هلو اليوم رح بلش انا وياكم بيونت ثري اللي بتحكي عن الورجانيك كومباونز بدي خبركن اول شي انه السابستنزيز اللي موجودين حوالينا ولي بنعرفن فينا نقسمن انتو تو جروبز حسب شو حسب الكمبوزيشنز اللي لقالن كيف يعني؟ تنفهم كيف يعني حناخد مجموعة اكزامبلز على سابستنزيز ونقسمن حسب الكمبوزيشنز اللي لقالن هون هنه الاكزامبلز اللي انا بدي احكي عننن مذكرين شي باول يونت وقت حكينا عن الماتر وقلنا انه السابستنزيز بيكونوا made up of small entities اللي سميناهن ااتمز سابستنزيز مقلفين من ااتمز بس ممكن كل سابستنز تختلف عن التانية بالاتمز اللي موجودين بقلبها يعني ممكن يكون الاتمز اللي فيهن مختلف عن بعضن خلو نشوف هولي الاتمز او هولي السابستنزيز من شو مقلفين سولت هو سوديوم كلورايد مقلف من سوديوم NA and CL الكول C2H5OH فينيجر CH3COH شوگر C12H22O11 الايرون FE والبروبين غاز C3H8 كيف ديقسمون حسب الكمبوزيشنز اللي لقلن؟ اول شي بديكن تنتبهو انه السولت N-A-C-L والايرون هني مختلفين عن كل البقاية فحطن بجروب لحالن والبقاية بجروب تاني اللي عملت هيك لان السولت والايرون ما في بقلبهم كاربون بينما ازا طلعت هون راح لاحز انه الكل مقلف من كاربون هيدها الجروب اللي بيكون في بقلبه كاربون بسميهن organic compounds بينما الجروب التاني اللي بلا كاربون حسميهن in organic compounds شو بدي اعرف لهلأ؟ بدي اعرف انه بس اسمع كلمة organic compounds يعني بيكون فيه عنا كاربون لما نسمع كلمة in organic compounds يعني ما عنا كاربون بس فيه exceptions شوني هو ال exceptions هني اشياء فيه بقلبهم كاربون بس ما فيني اعتبرهم ضمن الجروب تعاول ال organic compounds شو هني؟ هني اربع لازم نحفظهم الكاربون دايوكسايد CO2 الكاربون مونكسايد CO كاربايد والكامباونت اللي بيكون فيه بقلبهم كاربونيت ايون CO3 2- هولي الاربع لازم يكون حافزيتهم صح انه فيهم كاربون بس انا بعتبرهم ضمن الجروب تعاول ال in organic compounds ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على شوتر تشانل المجانية وتكبسوا على زر الجرس ليصلكم كل شي جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر